تعالوا بقى نروح للدراما وفي الدراما بيبقى مهم جدا ان انت يبقى عندك برضو خطوط مختلفة في خطوة مهمة وهي الاولى من نوعها زي ما بيقولوا وصول المحتوى الدرامي المصري يعني مسلسلتنا المصرية خارج نطاق الوطن العربي الشركة المتحدة يعني أبرمت عقد أو اتفاق والاتفاق ده الاول من نوعه لتوزيع وعرض ألف حلقة دراما يعني دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم يعني مسلسلتنا العربية حصل اتفاق وان هي حتبقى مترجمة باللغة الهندية الامر ده حيفتح الحقيقة للدراما المصرية أسواق كتيرة وكبيرة ومختلفة وحيساهم كمان في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى أفاق أبعد في الانتشار والتأثير وده بيأكد في إيه انتوا عارفين كويس قوي أن الدراما المصرية قدرت في محطها في منطقة الشرق الأوسط أنها يكون لها ريادة أو يكون ريادة لللهجة المصرية وللأفكار والثقافة وللموضوعات وأن هي كمان تساعد الوجدان العربي أو ساعدت بشكل كبير على تشكيل الوجدان العربي في العديد من الموضوعات خصوصا أن الدراما المصرية كمان في بدايتها كانت بتبقى مكتوبة بشكل من الأدباء ومن الكتاب وموضوعات بتهم المواطن العربي بشكل كبير فإذا أنت بتنطلق إلى أفاق أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وبتروح إلى أفاق مختلفة أنك توصل للهند الهند أولا يعني سوق كبير جدا يهتم بالدراما والفن بشكل كبير وعندهم صناعة كبيرة في الدراما بتاعتهم ودراما من النوع الراقي والجميل واللي فيها شكل جميل والعالم كله بيتبقى بيعد الاتفاق ده اللي قلنا عليه ألف حلقة هتكون من خلال الدراما الهندية أو تتاجم إلى الدراما الهندية بيعد بداية تعاقد كبير جدا في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية وهي الشركة طبعا دي من أهم شركات التوزيع وحتتقدم طبعا يعني الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم متم توقيع الاتفاق اليوم بين الأستاذ عمر الفئي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شدري وهو أيضا من نفس شركة الخاصة بالتوزيع الأعمال الهندية أعتقد ده من الأخبار المهمة جدا أن يبقى فيه بينك وبين الهند هذا التبادل الدرامي وبيفتح أفاق أكثر وبيفتح كمان بيؤكد على صناعة الدراما وبيوسع كمان نطاق صناعة الدراما المصرية بإذن الله إلى أفاق أبعد بكتير